دعونا نتفق مع حضرتكم بأن مشهد تجمع قادة الدول العربية والإسلامية من أجل فلسطين قد يكون مشهد متكرر لأن الاحتلال طال أمده نحن نتكلم عن قضية لم تحل وعن دولة الوحيدة المحتلة حتى اللحظة في العالم أكثر من 75 عام ولكن هذه المرة في الحقيقة هي إبادة الحرب على غزة هي إبادة لقطاع غزة ولأهلنا في غزة الموقف الحقيقة متعنت وموقف متجمد من قبل المحتل الغاشم ولا يوجد أي دعم أو مساندة للجانب الفلسطيني أو لأهلنا في قطاع غزة بل بالعكس كلنا رأينا الدعم الكبير والتعاطف الكبير من قبل الإدارة الأمريكية والدول والأنظمة الغربية ولذلك جاءت القمة العربية الإسلامية تحاول من جديد أن تتحدث عن عودة القضية إلى مجراها وأن يكون هناك حل للدولتين وأن يكون الأهم من ذلك كله هو وقف لإطلاق النار أو حتى هدى إنسانية كما يتحدثون عنها حتى اللحظة لا يوجد أي حل ولذلك نحن في بيت للكل دائما كل أسبوع نحاول أن نقدم لحضراتكم حصاد الأيام طوال الأسبوع ونحاول أن نعيد قراءة المشهد ومزيد من التحليل مع الأساتذة والمتخصصين في المجال السياسي في استوديو القاهرة اليوم يشرفني أن يكون معي دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية لنعرف ما هو الموقف الآن دكتور محمد نورني في بيت أهلاً وصعاً المشهد معاقل وأنا بتصور لو أنا مكان مواطن العربي وشاهد أكثر يعني تعدين رقم 40 و42 و43 يوم أيام طويلة متكررة مشاهد الإبادة متكررة ولا يوجد أي حل لا نسمع من أمريكا أي حل أو من الأنظمة الغربية ولا نسمع حتى لمجلس الأمن كلها شعارات ولا يوجد على الأرض أي حلو يعني بالفعل لأن المتحكم في هذا السياق هو كلمة واحدة فكرة المصادح للأسف أن هناك المتحدة شرقنا الخاص والدولة الغربية بواجهة عامة حاكمها منطقة لنقاط استراتيجية مع إسرائيل انطلاقا من أن إسرائيل هي إن أداة للمشروع الغربي الاستعمالي في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وبالتالي ما نيجي نشوف حتى في المرتكزات الرئيسية أي إدارة أمريكية سواء إدارة ديمقراطية أو أمريك الحفاظ عن أمريكي في المقام الأول بين جعل التفالق الشامل يعني منطقة القوة الشاملة لإسرائيل المسافة بينها ومبين القوة التالية يعني بالتعبير للشارع العربي بمسافة كيلومترات وليس المترات يعنيها بالنقاط عليه انخلل في موازين الأقل النقطة إنشانية وهي عن الولايات المتحدة يعني واضح إن خليطة مصالحها وأولوياتها في الخرق الأوسط تغيرت في إنقاولة أخيرة لصالح أولويات في مناطق وأقالين بغرافية غير الشرق الأوسط ولذلك نجل يا سيدة شافتي تلاقي اللولايات المتحدة قواتها ستبقى أبس تغادر عدد ذلك في سوريا عدد ذلك في العراق حتى مصالحها في المنطقة بصلاف الحفاظ على أمن إسرائيل المرتبط بمحاربة الإرهاب العابر للجدود أو تضفقات النفط بشكل منتظم وبأسعار أقل ما بقيتش زي اللي كانت موجودة في فترات سابقة النتب الثالثة إن ما حدث في 7 أكتبر من وجهة نظري أحدث ارتباكاً شديداً في المنظومة الأمنية والعسكرية والاستغباراتية لإسرائيل على محو بعثة برسالة إسرائيل والدول الرعية لها في الخارج والحرك قلتها ألولات المتحدة والدول الأوروبية لأن هذه التأثيرات لبدأت من جيش نظامي إذا ما حصل مع إسرائيل من جانب الإشارة المسرية إنما حصل من فصيل مسلح شكون الهزر السياق بنلاقي إن نولات الهين الدول الغربية والنولات المتحدة وتتحدث عن مسألة وقف أفلاق النار اتياقاً وقربة من الحديث عنه وحديث عن هدى الإنسانية واتمامها حتى التصريحات الهزينة اللي جاءت على رئيس الولايات المتحدة جوبايد الندر عدس عنه أن إسرائيل تتخذ قراراتها من طرقاء نفسها وأن إسرائيل يحكمها منطق الدفاع على نفس كمالة وأن تصرفات سياسات حماس بتبرر مبارسات الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي التي يتعرضه الشعب الفلسطيني الأكثر أهمية أن هناك بعض مصاريحة من الدول الغربية لإعطاء إسرائيل بأغدر منتد لتتواصل فيما تعمله من أعمال إجرامية وعدوانية الشعب الفلسطيني كما لو هل أن هي يعني أنا نظري هذه ليست حرب إسرائيل على حماس هذه حرب من يمين نتنياهو على قطاع غز صحيح يعني إن من يمين نتنياهو يدرك هو واعتلافه من حاكم إن شيء منحلتنا بعد سكوت المنافع يعني ليه هي عايزتين أدد المعركة بتلك المرحلة أوفل من التحقيقات معاه والشيء واضح يعني بالضبط يعني أحسن في حالة الفعل لإنجيش أعقاب الحروب الكبرى بتشكل نجان التحقيق آآ 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 أولا من ماذا جرى وكيف جرى ولماذا لن نستطيع إن احنا نتعامل معه قبل انبلاعه واحتلاء تأثيراته بعد حدوثه في الحقيقة اللي حصل داد يبين لذا ظهر بشكل عفل على تصريحات رئيس المزراء هنما وضع انتقادات حدة سيئة الجيش أو المؤسسات الأبنية والاستغربة طريق شك ما عدل عن هذه الانتقادات صحيح بذلك في الأيام الأولى طيب أستأذن الدكتور محمد أن نمر على محاور كثير مهمة جدا أن نقدم هذا الحصاد لمشاهد بيت للكل خليني أقف عند كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت كلمة محددة في القمة من ست محاور والحقيقة كل المحاور كانت واضح يعني فيها تحذير فيها تذكير وفيها أيضا تفكير بأنه كيف سيكون الوضع وأهمها اللي أنا عايزة أقف عندها هو الحص العربي الحقيقة لم يعود يطيق كل هذه الإبادة اللي بنشاهدها يوميا كيف رأيت هذه المحاور من السيد الرئيس؟ شوفي أحنا عندنا أن الرؤية الحكمة من القيادة السياسية بتأتي في إطار التزامات القومية العروضية لمؤسسة الدولة المصرية تحدث عن وزارة الفارجية مؤسسة الرئاسة جهاز المخابرات العامة حتى بعض الوزارات الخدمية بنيجي نشوف وزارة زي وزارة الصحة بتتكلم تصريحات السيد الوزير خاند دكتور خاند عبد الغفار على أعبة باستعداد المنظومة الطبية اللي موغولة في مناطق مختلفة في سيناء واستعداد لتعامل مع المصابين والبرحة من الداخل ففي بوز حكموا فكرة التزامات القومية العربية للدولة المصرية النقطة الثانية أما دايما القضية الفلسطينية كانت هنما وطنيا مصريا رغم الشواجل المختلفة من الدولة المصرية وفي أصعب الظلور يعني كما تعلم حراك لأول مرة من أقول كل من الخطوط الحدود الاستراتيجية ملتالبة بالنسبة لمصر يعني إزاي مصر بتنصق يعني منع ودرء التهديدات القادمة من الحدود السنين في ليبيا لازم السيادة بتعددة بشكل كبير دول ده بقى إيه والدولية اللي كتير منها مناوئة للدولة البصرية بردنبيرة إزاي جنقدر نعمل كتنافزن الحرب الأخيرة على قطاع غزة وبتاني القضية الفلسطينية وكنا شغالين فيها طوال الوقت أول محاولة إنجاز المصانح الوطنية الفلسطينية جزء منها مرتبط بكيف يمكن وق الحروب الممتدة اللي خدتها الفصائل صحيح خاصة الحماس والجهاد في مواجهة إسرائيل وليل الجنوب المصرية بكثير من أحيان ما كانتش وقفت تلك الحروب تمام السؤال الأهم يعني بعد يعني في حصدنا هذا الأسبوع وهو أن يعني المحتنى الغاشم لا يقبل وقف إطلاق النار كلنا عارفين ولا يقبل الهدن يعني حتى الهدن الإنسانية اللي تم يعني المطالبة بها لا نراها على أرض الواقع شوفي هو هناك نصور إسرائيلي إن زياجة العدس المصرط وإطالة مدة المعركة ده بيضغط على حماس لأولا تقديم بعض التنازلات وخاصة في الملف الشاجع إن إسرائيل هو ملف الأسرة أو المحتجزين يعني ده الجانب الفنسطيني لأن مع الأجزة في الاعتبار إن أذن هؤلاء موجودين لده حركة حماس لكن في البعض لده حركة الجهات ولده البعض الثالث لده بعض الأطراف أي الجهات الفنسطينية لهم وبتالي ما تكلمش عن الحصيلة النهائية عند تربان النقطة البنية الأهمية في هذا الإصلاق أن هذه رسالة يعني ثاقد القوة التي تحاول أن تصوره إسرائيل دي رسالة أيضا في المقام الأول لداخل الإسرائيلي الذي استشعر أن سياسات حقوبة بن يامين نتانياو هي نصدر التهديد الأساسي يأمن واطني خسابا وأنه كما تعلم حريصي من بداية هذا العام وحركة الاعتجاجات نبه هذه الحرب ضد الحب ومتطر إصلاحات القضائية التي يحاول تمريرها بين يامين نتانياو حتى يفلت من المحاسبة والمساءلة بسبب قضايا الفساد المرتبطة بشخصه وأفراد من عائلته النقطة المهمة أنه طوال الوقت نتكلم في كذا نتكلم أولا مش عايزين يبايع التأكيد أو نفقد البصلة فيما يرتبط التأكيد على مبدأ حل الدولته لأن بين الإسرائيل وتحماجا رئيس الوزراء نتانياو من النهيب الأول نحكمته منذ ما يقرب من عام انتشكلت في ديسمبر عشرين اتنين وعشرين وهو بيتكلم على تصفية القضية الفلسطين كان السيد الرئيس يتحدث عن أن محاولة تصفية تلقى القضية لن تكون على حساب دون الجوار الجغرافي سواء مصر بصفة أساسية أو القول طيب حضرتك ردا سريعا يعني هل ترى أن إسرائيل تسمع أو تعترف بالدولتين نحن لا نرى هذا إذا كان المحتل الغاشم يود تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى فأين هي حل الدولتين شودي رعان أصوات الدعية لنسنان سواء القادمة بالمصر أو بعض الدول العربية رعان على حكومة ما غير هذه الحكومة يعني تدشن أو تشكل في لحظة الماء لكن هناك حكومة جديدة يعني وفي هذه الحكومة كما حريك قلت غير الرعان عليها بدرجة بيه لكن هذه الحكومة هذه حكومة يعني حكومة طهار كما أطلق عليها وليس حكومة عنقاذ وطن وخليني أسمعها حكومة الإبادة بقى نفيد يعني هو حكومة الإبادة سؤال الأخير السريع عن دكتور محمد حضرتك هل ترى بأن يتم في هذه الحرب على غزة نرى أنه يتم زج مصري لهذا الصراع بشكل كمير يعني السريع طوال الوقت بتحاول تحاول الأزمة الفرصة كيف يمكن تحويل هذا الفعل اللي حدث في 7 أكتوبر لفرصة هذه الفرصة تحلن من خلال تحقيق مخطط قديم وهو محاولة تحجير الفلسطيني إلى قطع غزة لأن طوال الوقت حتى منذ عهد الرئيس أنوار السادة تعالى رحمة الله كانوا بحاولة فكرة إدارة قطاع غزة للدولة المصرية وما تجي تشوف حريرك عندما كانت ثلاثة أسانية مراكز البحث والتفكير في الواقعات المعا حدث عن مستعب القطاع الغزة ومحاولة إدارة هذا القطاع لكن موقف مصر كان واضح لا يحكم ميت إسرائيل في قطاع غزة لا إدارة مصرية لقطاع غزة لقوات أجنبية وتحديدا أممية سواء الأمم المتحدة أو قوات من الناس وأن مصر طرعا مع هذا شأن الفلسطيني الدولي وأن إدارة هذا القطاع وربما الحل لها يكون من خلال سلطة وطنية لكن في إطار حل سياسي مش عامل لكن قبل حدوث كل ذلك لابد من وقف إطلاق النار لا يمكن الحديث عن تعقدات اليوم الثاني إلا بتجاوز تلك المرحلة من خلال وقف إطلاق نار يتم بتطبيقه واحترامه من جارب كل الأطراف وفي المقدمات لإسرائيل دكتور محمد عز العرب شكرا جزيلا وشاهدي بيت للكل كما ترون نحن لو حاول في كل أسبوع أن نقدم حصاد ولكن لا شيء يتغير يبقى المحتل الغيش كما هو وتبقى الإبادة ويبقى الدعاء لأهلينا في قطع غزة فاصل ونتواصل